حاليا أنا موجود على محور بن زايد الجنوبي أمام كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة ده كده محور بن زايد الجنوبي قدام حضراتكم لو اتحركنا كده باتجاه الغرب هنروح على منطقة القاهرة الجديدة هنكمل باتجاه الجنوب زي ما حالكم ما شايفين كده مع مصار الكطار الكهربائي باتجاه الحي السكني R7 ناس كتيرة كانت طلبت مننا أن نغطي الحي السكني R7 بجميعكم بونداته فبإذن الله تعالى ممكن خلال فيديوهين ثلاثة وراء بعد كده نغطي الحي بالكامل بحيث الناس اللي مسافرة بره أو اللي شارية في الكمباون مش قادرة تنزل المكان بإذن الله من خلال قناتنا قناة المهندسين الوطنيين أنه هم يتابعوا آخر الانشاءات في الحي السكني R7 وآخر تطورات الطرق والشغل هناك والمرافق والكلام ده كله بإذن الله تعالى قدام حضراتكم دي كده في الصورة محطة الكطار الكهربائي الخفيف محطة الكاتدرائية أمام كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة بدت الملامح العامة للمحطة تظهر كيف الصورة وطبعا المرحلة الثانية من الكطار الكهربائي الخفيف من المقرر أن هم يتم يفتتحها إن شاء الله تعالى مفروض على نص السنة اللي جاية في حيث المرحلة الثانية بالكامل تشتغل لحد المدينة الأولمبية جنوب العاصمة الإدارية الجديدة وشايفهم شغالين وضغطين اللي مندول في الشغل في المصار بتاع الكطار الكهربائي الخفيف دي كده منطقة أرض فاضية في ظهر الكاتدرائية في قدام كومباون منتون فيلا لو دخلنا يمين من هنا نروح عند الحياة السكنة R7, R5 و R6 و مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة محور الموازي لمحور بنزايد الجنوبي أمام الحياة السكنة R6 و R5 بدأ يظهر في الصورة كده الستريب مول الخاص بكومباوند منتون فيلا زي ما حاكم شايفين من أوائل الشركات اللي نفزت وخلصت مشاريعها هنا في العاصمة الإدارية الجديدة شركة بيتر هوم من الشركات الكويسة جدا يعني عندهم اتنين كومباوند في منطقة المستثمرين كومباوندين اتنين فيلاد وعندهم اتنين كومباوند منتون سكاي ومنتون كوندو في الحياة السكنة R7 برضو نسبة الإنشاءات فيهم محترمة جدا بس برضو أنا في ملحوظة أنا أخذها على الشركة هنا معرفش ليه مش عاملينها من طريق قصصات منهم بقالوا تقريبا سنتين في راتش كده في المكان ده كده هما وإدارة جامعة كوفينتري برضو نفس المشكلة طبعا في طلبة أو في عربات كتيرة رايحة جاية يعني الناس هنروح دلوقتي عند الجامعة وهنشوف الكلام ده المفروض الطريق من هنا من عند الكاتدرية أو من محور من زايد الجنوب لحد الجامعة يكون خلص وما فيش فيه مشاكل يعني طبعا لسه فيه أعمال في مصاري الكتار الكهربائي بس خلاص أعمال الحفر خلصت مفروض بقى جليدر أو لودر يعني حاجة بسيطة جدا مش هتكلف لإقدارة الجامعة ولا إقدارة شركة بيتر هوم زبطوا المكان بس قدام الجامعة لحد الكاتدرية الموضوع بسيط جدا ومش مكلف يعني لو جينا نبص كده نفس الراتش ده موجود قدام الجامعة بقاله سنتين وما بتغيرش يعني لو جينا أنا أول فيديو عملتوا زي بقونتوا حضرتكم في الار 7 كنا في شهر فبراير عشرين واحد وعشرين كان المكان نظيف جدا وكان جميل جدا ما عرفش احنا بنتقدم ولا بنرجع لورا يعني المفروض يعني كل الراتش ده كده قدرت الجامعة مش هتكلفها حاجة باستخالص جليدر أو لودر يزبط الكلام ده كله وينظف قدام الجامعة يعني حتى عشان المنظر العام للجامعة الجامعة شغالة بقالها خمس سنين وخرجت طلبها فالمفروض يزبطوا الكلام ده من الجامعات المحترمة جدا بس احنا زي ما قلت لحضراتكم ده ملحوظة برضو ممكن حد في الجامعة يسمحها من حدش واخد بالهم منها يعني ايه الناس ممكن تعمل بيها يعني قدام حضراتكم ده معرض كنوز للرخام من اول المعارض اللي اتعاملت هنا في ارض المعارض في الحي وساد حي الساكن ار 7 طبعا ده بتاع الجامعة قدام حضراتكم ده كده وعندنا اثنين كنباوند ملاصقين للجامعة كنباوند انتراضة وكنباوند كاسل لاندا مارك كنباوند انتراضة من اتجاه الجنوب وكنباوند كاسل لاندا مارك من اتجاه الشارع بدأ يظهر كده كنباوند انتراضة اذا ما حاكم شايفين مساحته 72 فدان من هنا مصار الكتار كرواه يبدأ ينحدر اتجاه الغرب كده موازي ويمشي موازي بعد كده للطريق الدائري الاقليمي لو دخلنا من هنا نروح عند كاسل لاندا مارك اخر الشارع قدام حضراتكم كده ويبقصد مننا دلوقتي ده كنباوند انتراضة انتراضة 72 فدان واجهته على المحرور اللي احنا ماشينا عليه تقريبا كيلو متر المرحلة الاولى من المشروع 45 عمارة والمرحلة التانية هتكون منطية فيلات اخر العمارة اللي جاية دي الصور اللي قدام حضراتكم ده كده في الصورة في ظهروا على طول هيكون في ستريب مول برضو بطول المشروع وعندهم المرحلة التانية كلها فيلات هم دلوقتي حاليا شغالين عليها كل ده مصار بتاع كنباوند انتراضة ده نهاية منطية العمرات وبداية منطية الفلات وده كده مصار الكتار الكهربائي باتجاه الجنوب ده كده كنباوند انتراضة كل ده كنباوند انتراضة زي ما قلت لحضراتكم مساحته 72 فدان وممتد معنا لمسافة كيلو متر على المحور اللي احنا ماشينا عليه المرحلة التانية منطية الفلات هتكون قصدنا كده في المنطية اللي احنا ماشينا فيها دي بالزبط زي ما قلت لحضراتكم تقريبا سعر المتر عندهم 38 الف جنيه بسلم نص تشطين تسليم هناك نص تشطين بدا يظهر كنباوند اتكا تابع لشركة نيوبلان قدام حضراتكم في الصورة برضو صاد كنباوند انتراضة مباشرة كنباوند اتكا مساحته 35 فدان وبدأ يظهر في الصورة كده كنباوند سين سيفن برضو من ناحية التانية من انتراضة وفي ظهر انتراضة مباشرة كنباوند استاو تابع لجامعة الازهر كل ده الصور اللي ازرق ده كده كله كنباوند انتراضة 72 فدان مساحة كبيرة جدا وبعد منه على طول بدأ يظهر كنباوند اتكا برضو من المواقع المميزة على المحور المركزي مباشرة في مدخل الحي السكني ار سيفن طبعا ده كده المحور الرئيسي اللي كل الناس بتحب تخش تصور منه من هنا كده لانه جاي في نص الحي السكني ار سيفن ده كده اتكا على قدينا اليمين وانتراضة على قدينا الشمال ازا ما حق شايفين كده ده اتكا 35 فدان بارة عن عمرات سكنية بيسلم طبعا الوحدات بتشطبها بالكامل ويبدأ يظهر في الصورة كده سين سيفن تابع لشركة اكام 39 فدان تاني نمرة من الطريق الرئيسي بعد اتكا مباشرة وصاد كنباوند انتراضة كنباوند استاو تابع لجامعة الازهر اللي في الصورة ده كده طبعا بضعوا يشطبوا زي ما حق شايفين في الوجهات الخارجية للمشروع ده كده كنباوند استاو تابع لجامعة الازهر طبعا من اوائل الكمباوندات اللي تم تنفيذ الانشاءات فيها في الحي السكني يعني لما نرجع للفيديوات القديمة هنلاقي ان كنباوند استاو خاص بجامعة بهيئة تدريس جامعة الازهر من اوائل الكمباوندات اللي تم العمل فيها في الحقيقة يعني كان كل الانشاءات زي ما حاكم شايفين كده كل ده ظاهر قبل الناس كلها ما تبني حوالين منهم يعني من اوائل الكمباوندات بصراحة اللي اشتغلت مساحة الكمباوند تمانية وستين فدان الكمباوند تمانين في المية منه عمرات وعشرين في المية فيلاد فظاهروا على طول مباشرة في منطقة خدمات كبيرة وفاد منه على طول ده كمباوند جامعية الفدى مساحته مية اتنين وعشرين فدان الجامعيات بصراحة عاملين شغل كويس في الحي السكن عندهم انشاءات كبيرة وانشاءات محترمة بصراحة ومن اوائل الناس اللي نفزت شغل على الارض الواقع في العاصمة الادارية هي الجامعيات جامعية الفدى زي بقلت لحضاركم مية اتنين وعشرين فدان وقصادنا ده كده احنا مستمرين قصاد كمباوند استاو في جامعة الازهر هو خاص بهاية تدريس بجامعة الازهر يعتبر تاني ان امرة من المحور المركزي والاكسو سيتي ومساحته تمانية وستين فدان وده كده كمباوند جامعية الفدى مية اتنين وعشرين فدان وفي جنبه برضو منطية خدمات كبيرة طبعا الصور بتاع استاو ممتد معنا لحد هيرجع تاني لحد انتراضة كده من ناحية تانية ان شاء الله تعالى هنحاول ان احنا ندخل برضو الكمباوندات كلها ونصور من جوا باذن الله تعالى الفترة اللي جاية عشان الناس بتطلب منها الكلام ده ده مول تجاري كابتال جيت موجود هنا في المكان طبعا بدأوا فيه شغل وبدأوا فيه انشاءات كده نواقف في مدان وده منطية الخدمات ده كده منطية خدمات هيكون فيه مولات تجارية على قدينة اليمين ده كابتال جيت مول هم حفروا وعملوا وبدأوا اعمال خرصانات في البيزمنت من تحت وهنا فيه مول تجاري تاني وفيه هنا سيفينتي سيفين برضو مول تجاري خلصان وجاهز وهنا برضو فيه مول تجاري اربع مولات تجارية في المكان هنا ده جمعية الفدى قدام حضراتكو ده جمعية هيئة التدريس بالازهر جامعة الازهر ده الشكل العام للمكان طبعا هنا في مدرسة سانت فاطيمة هنا في الموجودة في المكان قدام حضراتكو كده بعد شبكة المحمولة عطومة بشارة في مدرسة كل ده هيئة التدريس قلت الف من حولي كده عشان الناس برضو تشوف المساحة كاملة هو بالضبط احنا كده مراجعين تاني عند الجامعة جامعة كوفينتري وصدم اننا بدأ يظهر كاسل لاند مارك ده مدرسة سانت فاطيمة ومنطقة خدمات كبيرة جنب كاسل لاند مارك وجنب كومباوند ستاو الحياة الساكنة على فكرة الفترة اللي جاية فيه شغل كبير جدا وفيه بدأ وعمال رصف طرق يعني ان شاء الله الكامل ده كله هنوره لكم في الفيديوهات اللي احنا نعملها تباعا كده ورا بعضها شغالين في اعمال الغاز يعني بيمددوا خطوط الغاز برضو في المكان جا انا اعمل المرافق والكامل ده كله بحيث الناس تبدأ ان شاء الله الفترة اللي جاية يعني خلال سنة سنة ونص بإذن الله تعالى المكان هيتغير مية وتمين درجة بحيث الناس ممكن تبدأ تسكن الفترة اللي جاي دي المدرسة والمدرسة طبعا موجودة اه اصاد كومباوند كاسر لاند مارك اللي بدأ يظهر في الصورة مساحته تلاتة وعشرين فدان ونسبة الانشاءات فيه محترمة جدا وشكل العمرات بطلارد وبتاعتهم شكلها محترم البوابة عليهم بوابة هنا قدام حضراتكم كده هنشوفها دلوقت طبعا الجامعة بعد الكمباوند على طم وقشرة يعني من هنا كده احنا طلعين تاني على المحور المركزي كده اصبح كومباوند استاو على قدينا الشمال وكومباوند انطراض قدام منه على طول وكومباوند كاسر لاند مارك على قدينا اليمين وقدام منه الجامعة دلوقت قدام حضراتكم هنا وشايفين الشغل والعربيات الوقفة والدنيا بسم الله وشاء الله لشكل عام للمكان كويس جدا والموقع بتاعه محترم جدا يعني جنب الجامعة طبعا في المستقبل لما الدنيا تشتغل هنا الموقع بصراحة بتاع انطراضة وكاسر لاند مارك وستاو موقع مميز جدا لانهم جنب الجامعة من العلامات المميزة في المكان ده كده اخر كومباوند استاو وبداية كومباوند انطراضة احنا لفينا حوالين المكان ده كده المربع ده كده وإذن الله كل منطقة هناخدها برضو هناخد فيها جولة كده بحيث نعرف بدايتها فين ونهايتها فين واهم الملامح فيها والخدمات الموجودة في المكان ده الصور بتاع الجامعة المرحلة التانية للجامعة قدام حضراتكم ده وده المصار بتاع الكطار الكهرباء احنا كده لفينا لفة كاملة حوالين المكان علشان الناس تكون عارفة احنا عملنا ايه احنا كده ممكن نكون وصلنا للفيديو بتاع النهاردة الناس في نهاية الفيديو ما تنساش تعملنا لايك للفيديو وتشترك في قناتنا لو انت اول مرة تتابعنا ده قدامك حضرتك الجامعة وده الارض الفاضية دي كلها خاصة بالجامعة وده كده مصار الكطار الكهربائي وده بداية كومباوند انترادة ده كده احنا وصلنا لنهاية الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة